زالت صخرة حكم البشير عن قلب سودان بعد ثلاثين عاماً ابتدأها بانقلاب عسكري وبانقلاب مماثل أطيح به بعد إن اشتد زخم التظاهرات الشعبية لكن عيون السودانيين لا تزال تنظر إلى المستقبل القادم بعد إن شاهدت شبح الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي العسكر في المشهد وعلى هرم السلطة والرئيس المخلوع أحيل إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم ويواجه تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور حملة اعتقالات نفذها المجلس العسكري ضد قيادات في النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني وتجميد لأموالهم التي كسبوها على مدى السنوات السابقة كل ذلك تم لكن الشارع السوداني لم يفض اعتصاماته ولم يوقف ثورته حتى يحل المجلس العسكري وتسلم القيادة إلى حكومة مدنية حاول الجيش مراراً إقناع المعتصمين بالتفرق بذريعة تنظيف الشوارع لكنه عاد أدراجه عندما لم يجد آذاناً مصغية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأت أن قادة الجيش والمحتجين الذين قادوا ثورة شعبية أطاحت بنظام البشير ينخرطون في محادثات تتسم بحرص وحذر شديدين وتساءلت عمن منهم سيقود البلاد في المرحلة المقبلة العسكر أم المدنيون توضح الصحيفة أن الثقة معدومة بين الطرفين ولا سيما المحتجون الذين يخشون من أن يحتال الجنرالات على النصر الذي حققوه بنقض الوعد الذي قطعوه بالعودة إلى الحكم المدني تجارب ثورات الربيع العربي كانت درساً كافياً لتعلم محتجي السودان أن طرق الاحتيال على أهداف الثورة لا تعد ولا تحصى وأي تهاون بإحداها يعني الدخول في منزلق خطير يقتل حلم الخلاص الحقيقي قبل اكتماله